تشهد أكاديمية البحث العلمي اليوم واحد من أهم المشاريع التي تعتبر نقطة تحول في تاريخ البحث العلمي في مصر وهو مشروع الجنوم المصري ما هو هذا المشروع وكيف يمكن الاستفادة منه في رسم خريطة جينية للمصريين وتحديد الأوبئة وكيفية وعلاجتها يكون حواري مع الدكتور محمود سقر رئيس أكاديمية البحث العلمي دكتور محمود رحب بحضرتك على شاشة نين الأخبار وخلينا نتكلم النهاردة على مشروع الجنوم المصري أثناء المؤتمر الصحفي أكتر من مرة قلنا ده نقطة تحول تاريخية وأكبر بحث علمي أو أكبر مشروع علمي موجود في مصر ما هي فلسفة هذا المشروع؟ يعني تماما خلينا نتفق أن ده يعني يمثل كما قال سير مجد يعقوب في الافتتاح وفي المؤتمر أنه هو عيد حقيقي للعلم في مصر هو مش من أكبر هو أكبر مشروع في تاريخ الدولة المصرية الحديثة في مجال البحث العلمي باختصار هو أول مشروع موجه لخدمة المواطن عموما وليس لفئة معينة وتفكير في المستقبل في صحة المواطن المصري التقدم الطب الحالي المزهل والمتوقع في السنوات القليلة القادمة سيعتمد فقط على من تتوفر لديه معلومات وراثية كافية عن المادة الوراثية أو عن الجينوم ودي محدش هيعملها لحد يعني ممكن دولة تصنع دوة لكن مش هتدرس المحددات الجينية للشعب ده دي مسؤولية الشعوب طبعا الشعوب اللي بتبص للمستقبل واللي بتفكر واللي وعي بأهمية هذا الموضوع احنا دلوقتي بنقول ان مصر الحمد لله يعني بدأت تتحطى على الطريق الصحيح في مجال البحث العلمي بالانتهاء من فك شفرة الجينوم المرجعي للمصريين سيكون متاح الاستفادة من أحدث الطبقات الطبية الحديثة في العلاج الطبي سواء الطب الشخصي أو الطب الدقيق أو العلاج الجيني أو الأدوية الموجهة لأمراض محددة حيقلل كلفة العلاج حيزيد من صحة ورفاهية الإنسان والأهم من كل ده حيتم الاكتشاف المبكر جدا جدا للأمراض قبل حدوثها وبالتالي التدخلات الطبية والعلاجية المناسبة بهدف يعني منع ظهور هذه الأمراض ويعني حفظ حياة مئة الألاف من المصريين اللي بياخدوا حدفهم سنويا نتيجة الأمراض زي القلب أو الأورام السرطانية أو الأمراض الوراسية الشائعة في المجتمع المصري احنا بدأنا يا فانديم بالفعل؟ النهاردة توقيع العقد يعني البدء إن شاء الله إن شاء الله احنا في المؤتمر الصحفي كلبنا على المصريين القدماء وتاريخ الأمراض يعني كيفية الربط ما بينه وما بين إحنا كمصريين دلالك تمام يعني شوف الجينوم هو خلينا نقول كده يعني أنا ده بشبهه ببساطة لأهلنا من الأسادة المشاهدين هو الصندوق الأسود الخاص بالإنسان زي ما الطائرة فيها صندوق أسود الصندوق الأسود في الطائرة بيحكي كل تفاصيل رحلة الطائرة منذ إخلعها إلى لحظة الهبوط بيسجل كل حاجة إيه اللي بيحصل كده كذلك الجينوم هو ذلك الصندوق الأسود القابع داخل نواة الخلية في جسم الإنسان البشري في كل المعلومات عن هذا الإنسان صفاته الخارجية اللي احنا شايفينها دي اللي احنا هي دي جزء من المعلومات اللي موجودة في الجينوم الطول العرض اللون المش عارف إيه كل دي كل دي صفات دي صفات مرئية ولكن هناك العديد من الآلاف بل مئات الآلاف من الصفات غير المرئية اللي بتحدد قابلية الإنسان للإصابة بالمرض قدرته على التعافي كل حاجة الأمراض اللي ممكن تسيبه في المستقبل إلى آخره فأنت بمعرفة كل هزي المعلومات وخاصة إن المجتمع المصري عنده حاجة مش موجودة في أي مجتمع آخر على سطح الكرة الأرضية إن احنا الأجداد بتوعنا معروفين ويمكن استخلاص المادة الوراثية منهم ويمكن عمل أو فك شفرة الجينات الخاصة بهم وبالتالي الربط بين كدام المصريين والمجتمع المصري الحالي وإيه هي الجينات اللي كانت سائدة في هذا المجتمع العبقري وحيدي فهم أعمق للحضارة المصرية القديمة وحيساعد في الترويج لهذه الحضارة عالميا بأحدث ما توسل إليه العلم وهي اللغة التي أفهمها العالم